رسايل رحمته حواليك دبعها وخد قبل منها وغلطيت اللي كان قابليك لذكرات استخدينها طول ما لسه نروح في جسمك طول ما قلبك لسه حي فانت عندك لسه فرصة تبقى احسن في اللي جاي في الحياة من يوم ملاتنا وإحنا أطفال في الصغر من ساعتها اليوم وفاتنا كل يوم بنشف عبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السنوات الأخيرة رصدنا في مؤسس الجسور للتعريف بالإسلام عدة محاولات من منظمين المؤتمرات الدولية في أوروبا إنهم يقنعوا المتحدثين المسلمين بعدم استخدام مصطلح إسلاموفوبيا ده حصل في عدة دول في شمال أوروبا قيل للمتحدثين المسلمين قبل ما يطلعوا على المنصة يلقوا الكلمات بتاعتهم نرجوكم عدم استخدام مصطلح إسلاموفوبيا ليه؟ شوية قال لهم أصدغير قانوني وشوية قال لهم أصدغير دقيق برجاء استخدام زينوفوبيا زينوفوبيا يعني مصطلح ومصطلح معناها كراهية الأجانب فلما اعترضوا وقالوا لا الكراهية متعرض لها المسلمين من أبناء البلاد ومن الأجانب ثانيا هناك نوعيات من الأجانب لا تتعرض لحملات الكراهية ولا الجرائم الكراهية قالوا طيب استخدموا مصطلح معادات الإسلام أو معادات المسلمين بس نرجوكم نرجوكم عدم استخدام مصطلح إسلاموفوبيا نهائيا فبعض المتحدثين المسلمين وجدوا أن المرونة مطلوبة وما فيش داعي يعني ندايق الناس ونخالف النظام مش فرقة يعني لو قلنا معادات الإسلام أو إسلاموفوبيا كله محصل بعضه بس البعض الآخر أصر على استخدام المصطلح رغبة أنه مش فاهم بالزبط إيه المشكلة بتاعتهم مع كلمة إسلاموفوبيا لكن الفار يعني الفار لعب في عبه زي ما بنقول في مصر كده يعني إيه الشك دخل قلبه في حاجة من باب اللي تقدر تتعبه ما تريحوش لغاية ما نقدر نفهم الموضوع إيه لأنه أنا في الغرب أخدنا مقالب كتير مقالب في ناس كتير فأصبحنا لا نمنح الثقة بسهولة لأي حد طبعا روحنا حذرنا كل من نعرف من التساهل في مسألة التخالي عن مصطلح الإسلاموفوبيا وقلنا لهم في مؤسسة الجسور ده هيرجعنا 25 سنة الورا لأن أعداء الإسلام يا جماعة بيشتغلوا بطريقة علمية جدا وبيدرسوا كل حاجة المسألة كلها ماركتينج يعني تسويق مصطلح إسلاموفوبيا أصبح براند يعني ماركة عالمية زي كوكاكولا بتشوف الكلمة في الإعلام بتاع كوكاكولا مش محتاجي يتشرح لك معناها إيه محدش بيقولك أن هو مشروب مسكره بينشعرك بالنوع بالإنعاش خالص أو بالإنتعاش خالص هو معروف كوكاكولا براند خلاص لأن تم توطين المصطلح ده في وجدانك كذلك مصطلح مثلا أو معادات السامية معناها كراهية اليهود في العالم كله والله لا يوجد مصطلح غير دقيق أكتر من المصطلح ده لأن معادات السامية معناها معادات الناس الساميون الشعوب السامية هم تقريبا كل شعوب الشرق الأوسط كل شعوب وأعراق وأجناس الشرق الأوسط سامية سواء العبريون اللي منستهم اليهود أو الأكديون اللي منستهم العرائيين أو الكنعانيون والفينيقيون اللي منستهم الشوام أو العرب أو الأحباش كل دول ساميون لكن معادات السامية اليوم بتطلق على معادات اليهود وحدهم واستلح على ذلك فالمهم عندي هنا هو المعنى الاستلاحي اشمع نحن بقى اللي مطلوبنا تخلى عن المصطلح اللي عملناه ورواجناله واستثمرنا فيه عشرين سنة لغاية ما أصبح علامة ومركة علامية ومؤخرا استطعنا انتزاع التشريعات في دول غير اسلامية تجرم الاسلاموفوبيا وبعض الأحذاء الأحذاب السياسية بدأت تعلن عن سياسات داخلية تقضي بمعاقبة أو فصل كل من يصدر منه فعل يصنف بأنه اسلاموفوبيا التخلي بهذه السهولة عن المصطلح ده خطأ تيكتيكي يرجعنا عشرين سنة للخلف طيب متى ننجح في معركة الاسلاموفوبيا جماهيريا وقانونيا وإعلاميا لما تصبح اسلاموفوبيا تهمة مشينة تضيع مستقبل السياسي إذا تهم بيها ويفصل من يتهم بيها من عمله ويوقف عن التدريس من يتهم بيها من الأسدزة تماما مثل معادات السامية أو الهوموفوبيا اللي هي معادات الشذوذ هذه الأقليات حققت نجاحات في معركتها سواء بنختلف أو بنتفق معها لكن حققوا نجاحات في معركتهم بأنهم قدروا يخلوا المصطلح ده وسمة عار إذن لابد إن إحنا بإحنا الآن عملنا المصطلح وعملنا المركة بنبدأ نشتغل لترويجها وترويج إن هي اللي يتهم بيها المفهوم دي تعتبر وصمة بيوصم بيها الحمد لله بفضل الله مؤسس الجسور للتعريف بالإسلام كانت من أوائل المؤسسات اللي دعمت وروجت لمصطلح الإسلاموفوبيا من عاشر سنين عملنا سلسلة حلقات اسمها إسلاموفوبيا بلغ عددها 120 حلقة بعربي والإنجليزي المسألة كما قلت كلها تسويق ولما ربنا سبحانه وتعالى اختار آخر نبي اختار رجل يعمل في التسويق وكان يتاجد بأموال طائلة تملكها السيدة خديجة ما بين أقصى الجنوب وهي اليمن في هذا الوقت بالنسبة لقوافر العرب أقصى جنوب كان اليمن وأقصى الشمال بالنسبة لقوافر العرب في هذا الوقت كانت الشام وحقق نجاحات في المجال التسويقي بل دائما كنت أقول حتى للولادة ما كنت بضربهم البيعين أنا كنت مش تعرف في التسويق فترة من حياتي كبيرة ما هي أكبر صفقة تمت في التاريخ كان أضي فكروا بأهل صفقة دهب تمت في البرازيل هل مش عارف إيه لهم أكبر صفقة في التاريخ هي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أغلى حكتين عندهم النفس والمال بإيه؟ بالجنة صحيح الجنة غالية وثمينة لكنها غيب محدش رحها ورجع حكالنا عنها ليه بقى الكلام ده؟ نجد إن الأدوات المستخدمة في الصفقة كانت أدوات جيدة الرسول المرسل ما كان شابه جحل كان واحد يسمى الصادق الأمين والرسالة والكتاب معجزة لغوية وتشريعية وعلمية المهم إن إحنا لازم نشتغل دايما بالوسائل العلمية إحنا كمان من 14 سنة أعلن مسجد شرق لندن عن دورتين ليه في عطلتين نهاية أسبوع متتاليتين يعني سبت وحد طول اليوم وسبت والحد اللي بعدهم فالدورة الأولى يومين بناخد فيها كيف تقدم الإسلام لغير المسلمين والدورة التانية يومين كيف ترد الشبهات عن الإسلام وتجيب على الأسئلة الصعبة فوجئت بإيميل جايلي من إحدى الجامعات الإيطالية بروفيسور بيطلب مني الإذن إنه يرسل طالب لحضور الدورتين فرحبت أهلا وسهلا وإذا يوم الدورة نفاجأ بطالبة إيطالية غير مسلمة جات لندن جلست إسبوعين حضرت الدورتين كاملتين أربع تيام سبت وحد وبعدها بإسبوع سبت وحد بعد ما انتهيت تماما من الدورتين طلبت إن يتكلم معاه قلت لها عاوز منك خدمة قلت لها تفضل قلت لها إنك تقيمي إجاباتي كوحدة أوروبية غير مسلمة أنا يهمني أعرف ردودي على الشبهات مقنعة أم غير مقنعة ولو مقنعة مقنعة بالنسبة لك بالنسبة كام قلت لها كانت مقنعة قلت لها بالنسبة كام في المية قلت لها أكتر من ثمانين في المية قلت لها شكرا وكنا سألك سؤال تاني قلت تتفضل تاني أنت جيت تتحضري ليه قلت لها أنت كل فيديو بينزلك على الإنترنت بنتفرج عليه وبندرسه وبنناقشه في الجامعة دا كان في وقت دا في 2006 أو 2007 دا كان في وقت أنا غير معروفي كماما يعني أنا مش بقولوكم كده عشان لوك مثلا أنا معروف ولا مشهور لا أنا عايز أفهمكم إن إحنا كأمة مترقبة إلى أي درجة أنا من 14 إلى 15 سنة كنت مغمور تماما لكن كان في ناس مركزة معانا في مراكز غير مسلمة بتدرس كل واحد بيتكلم كل كلمة بتتقال كل متحدث داعية أو سياسي أو إعلامي كل واحد له فايل نقطة ضعف متسجلة نقطة قوته متسجلة إمتى إحنا هنشتغل كده إمتى إحنا هنشتغل كده الإعلام بيشكل أكبر تحدي في مواجهة الإسلام من يقرأ الإعلام الغربي بجد يعلم إنه الجنون مرض حصري على البيض فقط أي واحد أبيض يرتكب مذبحة أو يقتل المسلمين يتقال مجنون ارتكب كذا مختلع عقليا كذا إنما المسلمين الحمد لله قواهم العقلية سليمة جدا ما فيش ولا مسلم مجنون أبدا أي مسلم يرتكب أي جريمة إن شاء الله يضرب مراته يتقال إنها عملية إرهابية الإرهاب مسألة حصرية للمسلمين وده خطورة الإعلام بيؤثر في الناس وفي الرأي العام لو مسلم اتخانق على ركنة السيارة بتاعته وضرب جاره يتقال اعتداء إرهابي طيب بل عملنا إحصائيات ووجدنا إن حوادث العنف اللي بتصدر من المسلمين بتاخد تغطية إعلامية سبع أضعاف ما يصدر من البيض غير المسلمين فلو مسلم عمل حاجة تغطية إعلامية سبع أضعاف ما لو صدرت هي هي من إنسان أبيض غير مسلم وده أصبح يشكل عقلية رجل الشارع ويزيد من الكراهية للمسلمين ويزيد من الإسلاموفوبيا العام الماضي إرهابي أبيض غير مسلم صدم بالسيارة الفان بتاعته المصلين وهم خارجين من صلاة التراويح في مسجد فينس بري بارك وقت الأخ خارج من صلاة التراويح وجرح عدد كبير منهم المصلين جريوا وراه وقدروا يوقفوا الفان وينزنوا الإرهابي القاتل ده وطبعا كان هياكل علقة موت وحمد لله إمام المسجد الشيخ محمد محمود وده شاب على علم وخلق من أصل مصري استطاع إنه ينقذ حياة الإرهابي ويمنع ضربه ويمنع قتله وإيذاءه لغاية ما الشرطة وصلت واعتقلته وحوكم ويقضي الآن 44 سنة سجن بالتأكيد ده أفضل من إن الناس كانت تاخد حقها بأيديها في دولة فيها قانون والعمل اللي عمله الشيخ محمد ده عمل سليم وبالتأكيد يعني إحنا عارفين الصحافة بقى هتشتغل في الحتة دي عارفين الصحافة عملت إيه الصحافة يا جماعة أطلقت على الشيخ محمد لقب الإمام البطل ذهيره إمام لو كتبت كده على جوجل ذهيره إمام على جوجل هيطلع لك صورة الشيخ محمد محمود عطول وهو بطل فعلا وفي نظري بطل فعلا لكن السؤال اللي أنا بطرحه لو كان الشيخ محمد موجود في مكان حصل فيه حادث إرهابي آخر وأنقذ الإرهابي ومنع قتله زي ما عمل بالضبط وطلع مسلم من داعش هل كانت الصحافة هتسميه الإمام البطل لأنه أنقذ إرهابي مسلم أم كانت هتخرج وتتساءل عن سبب تواجد الشيخ في نفس الوقت في المكان وهل له علاقة بأي شكل من الأشكال بهذا الإرهابي وهل ممكن يكون سلم في يوم من الأيام على واحد سلم على زوج خالد ابن عم هذا الإرهابي هو الكيل بمكيرين واضح جدا في التعامل مع المسلمين في الإعلام والحل هو الدعوة الدعوة طبعا غير نحن نشتغل في الإعلام الحل هو نعمل دعوة ونعلم الناس الدعوة هي الإعلام الإسلامي نعلم الناس ونعمل أكبر عدد من الناس بأفضل الوسائل الممكنة عن حقيقة الإسلام وحقيقة المسلمين ودايما الحوادث الكبيرة اللي بيقع فيها اعتداء على المسلمين بتكون هناك فرص كبيرة جدا للدعوة نتيجة التعاطف الشعبي معهم زي ما قلنا الدعوة هي الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعادي للإسلام الإعلام الإسلاموفوبيا بتاعهم بفضل الله في موضوع نيوزيلندا كانت مؤسسة جسور حضرة بمنشور تم توزيع الآلاف منه من قبل المسلمين على جرانهم غير المسلمين وعنوانه رسالة لطيفة من جارك المسلم عبارة عن رسالة اقترحها دكتور الكونجرسمان بول فيندلي بعد 11 سبتمبر في كتابه سايلنت نومور أو لا سكوتة بعد اليوم أقترح كل مسلم يرسل رسالة دي الجاره يقوله أنا عايزك تعرف الإسلام هو إيه بفضل الله حطناها على بوست كارد وكان الغلاف بتاعه عليه الشعار بتاع نيوزيلندا وتم توزيع الآلاف منه هناك من المسلمين على جرانهم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وشوفكم بكرة في ذكرى جديدة وعبرة جديدة ولو كنتم تفرجوا على الإنترنت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو بتشتركوا على القناة بالضغط على زر سبسكرايب اللي دا بينشر الحلقة البتاعتها والسلام عليكم رسايل رحمته حواليك تبعها وخد أمل منها وغلطيت اللي كان قابليك لذكرات استفادينك طول ما لسه نروح في جسمك طول ما قلبك لسه حي فانت عندك لسه فرصة تبقى أحسن في اللي الجيد في الحياة من يوم ملاتنا واحنا أطفال في الصغر من ساعتها اليوم وفاتنا كُلّي يوم دن شكائے بار تبقى أحسن في الجنة تبقى أحسن في جسمك أحسن في رحمة البشاك